تريد أن أقاطعك فقط ميدو لاستعراض الأفارقة المتوجين بجائزة أفضل لاعب إفريقيا لأنك طلبتها عطينا هذه القائمة لنلقي إطلالة عليها وإن لم تكن جاهزة نوصل الحديث عن جوائز الكاف أو فضائح الكاف والآن مع الفرق المرشحة لجائزة أفضل لاعب إفريقي والتناقضات الكبيرة الموجودة في الترشيحات هذا العام عطينا الفرق المرشحة الثلاثة أمين الاتحاد الإفريقي اختار نادي القرن الأهلي المصري استحق طبعا التواجد في هذه القائمة بالنظر لفوزه بدور أبطال إفريقيا اختار أيضا الوداد البيضاوي نادي وصل إلى نهاية دور أبطال إفريقيا واختار أيضا ساندونز الجنوب الإفريقي ربما لفوزه بدور السوبر الإفريقي المستحدث مؤخرا لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا أين فريق اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكاف ثم المتوج بكأس السوبر الإفريقي ما الذي يفعله نادي الوداد البيضاوي في القائمة نعم ثم نعود لطرح السؤال ما الذي يفعله الوداد البيضاوي سوبر ليغ أفريكان تمت بالدعوات وليس بالمنافسة وتأهلت لها من فرق إفتحاد الإفريقي دعا الفرق هذه ونضم هذه المنافسة كانت بالدعوة كيفاش تدي نادي ترشحوا بالدعوة فاز باللاقب لأنه كلنا أشهدنا بمستويات ساندونز فارق قوي وعملاق لكن لما تحدثوا السوبر ليغ جات بالدعوات كيفاش تدي فارق راح بالدعوات وفاز باللاقب وتنزع فارق فاز بالكاف والسوبر الإفريقي وترشح الوداد البيضاوي لأنه أخسر النهائي وصل نصف نهائي سوبر ليغ عياب بركاون ربما المنافسة محمد تنحصر بين فارق الأهلي المتوج برابطة أبطال إفريقيا وفارق اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكاف وكأس السوبر وممكن أيضا أفضلية لاتحاد العاصمة باعتباره فائز على النادي الأهلي أيضا فهنا هناك علامة استفهام كبيرة على المعايير لمجال المقارنة سقطة أخرى بعد سقطة رياض محرز نرى أنه والتناقض هو أنه رياض عبدالحق بن شيخة هو التناقض كبير جدا محمد أنت تنزع اتحاد العاصمة من قائمة المرشحين لجائزة أفضل فارق ثم تضع عبدالحق بن شيخة ضمن المدربين المتنافسين على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا يعني ما هذا التناقض؟ يعني من جهة تعترف بأنه هذا المدرب تتتعرف بأنه هذا المدرب ربما قد يكون أفضل مدرب في إفريقيا ولكن هذا المدرب الذي ربما قد يكون أفضل مدرب في إفريقيا فارقه غير مرشح مع أفضل الفرق الإفريقية قمة التناقض وقمة أنا نسميها حماقة حماقة طبعا هي أعلى درجات الغباء الآن الكاف وصلت إلى أعلى درجات الغباء وهي الحماقة الشيحة ما قام محمد معروفة الأمور كيف تصار وكيف تدار حاليا في أرويقة الكاف ومن حق كل مسؤول أن يدعم بلده ولكن بطرق مشروع دبلوماسية رياضية نعم هذه دبلوماسية رياضية ولكن لا تدعم بلدك بضرب بلدان أخرى واستبعاد لاعبين وأندية لها الحق في التواجد في هذه القائمة يعني تدعم بلدك على حساب الآخرين هذا الأمر مرفوض هذا أولا ثانيا نحن الآن ندفع ثمن سنوات عجاف مر عليها أشخاص غير أكفاء على كرة القدم الجزائرية لم يستطعوا منافسة ليبيا التي كانت في حالة حرب ولازالت في حالة حرب لم يستطعوا حتى منافستها مع احترامي للإخوان الليبيين وليبيا كبلد ولكن أتحدث عن كرة القدم وفقط لم يستطعوا حتى منافستها في الفوز بعضوية في المكتب التنفيذي للكاف لذلك نحن أيضا محمد ساهمنا في هذا الأمر وفي هذه المهزلة بطريقة أو بأخرى الآن يتعين على سيد وليد صادي وعلى كل القائمين على كرة القدم الجزائرية أن يعيد التمركز داخل أروقة الكاف بطريقة أو بأخرى عليهم أن ينهو هذا التكتل العصابي إن صح القول لأنه الآن أصبح الأمر واضحا وضوحا جليا عصابة هي التي تسير الكاف واجب على القائمين على كرة القدم الجزائرية وعلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن يسعى بقوة من أجل إعداد التمركز داخل أروقة الكاف وأن يدخل لعبة الكواليس لأننا أصبحنا نضرب في الصميم وما فعلته الكاف الصهرات الأمس أو بنشرها قوائم المرشحين لجوائز الأحسن في الموسم خير دليل وأمر آخر محمد على الاتحادية الجزائرية أن تسارع إلى إحماية المتحدة نعم أنا قلت وأعيد وأكرر بأن لبيات الشر في الاتحاد الإفريقية لكرة القدم وصلت إلى أعلى درجات الغباء وهي الحماقة يعني لكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها يعني حتى لما تحاول تزور حتى لما تحاول تظلم أشخاص حتى لما تحاول تظلم فرق ليس بهذه الطريقة يعني في السر المنطقية استبعاد اتحاد العاصمة من جائزة أفضل فريق في إفريقيا وترشيح عبدالحق بن شيخة ليكون أفضل مدرب في القارة الصمراء شيح عبدالحق محمد خليني نكمل يا أمين معلش خلين نوصل يعني هذه لم أجد لها تفسيرا ثم في الجهة المقابلة ترشح سانداوس وترشح الوداد البيضاوي لمنافسة الأهلية المصري على جائزة أفضل فريق في إفريقيا وبعد ذلك ما فيش مدرب سانداوس وما فيش مدرب الوداد البيضاوي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا يعني أنا الذي أعرفه والذي أعلمه أنه إذا كان فريق قوي ومرشح ليكون أفضل فريق فإن لمدربه فضل كبير في هذا ويجب أن يتبع ترشيح الفريق ترشيح المدرب في أغلب الأحيان أما أنك تعمل هذا المزيج والخليط من جهة ترشح فريق ثم تسحب المدرب ثم ترشح مدرب وتسحب فريق فهذا قمة التناقض أخذوا لي تعالجنا جابلي ربيه وما إبتع شي طرنج ببالك ولا تعالهونط ولا تعالهونط ولا تعالهونط ولا تعالفولي ولا تعالفوتبول مو حال هل تعالفوتبول ميدو يعرفوا على برمزام ونسو ألم طالح من هو رئيس الفعلي للقافر يوم من هي ترأس الاتحاد الإفريقي فعليا هل هو الدم يا موتسيبي لكي جال هنا يا البرانوس لكورتاج الورد ليوم أعطوا ليهم لا نزلوا الناس ما نزلها ماشي كارم هذا هذه زيادة عليها بعض الشيء معلش ميدو أنا ولا معلش أنزلهم ما نزلهم جزائريون كارم وأي ضيف يحضر هنا إلى الجزائر لا اسمح لي موتسيبي رئيس الكاف وأنزلوا الناس ما نزلهم ميدو هو رئيس الكاف لما يأتي الجزائر في زيارة أنا مع أنه يخصص له استقبال يليق به وبمقامه ما عليش يا ميدو أنا أشخط لك موتسيبي يبقى عنده وصف رئيس الكاف مثل ما أم فونتينو عنده وصف رئيس الفيفا لما يجيك للجزائر تستقبله استقبالا يليق به هذا موضوع آخر الموضوع الرئيسي هو الذي ذكرته منذ قليل يميدو من يرعص الاتحاد الافريقي؟ من يرعص الاتحاد الافريقي؟ أنا أن نرجع لك لوبيت شر هي التي تتحكم في الاتحاد الافريقي لكرة وأنا أقول لك الأخ محمد أن سلوك هيئة الاتحاد الافريقي سلوك هيئة مختطفة يعني والذي اختطف هذه الهيئة لا يحب كل ما هو جزائري من رياض محرز إلى اتحاد العاصمة وكما قال المحمد لامين ما هو قادم ممكن أن يكون أعنف على المنتخب الجزائري في كاس إفريقيا محمد قلت لك أنا في بداية الحصة هذه مجاهرة بالعداء للجزائر والرياضة الجزائرية ولكرة القدم الجزائرية قلت لك أنه يجب علينا الآن أن نعيد التفكير ماليا في الدور الذي تلعبه الجزائر وستلعبه في السنوات القليلة المقبلة داخل أروي قتل كاف لأننا كقوة عظمى في القرى الافريقية غير موجودين في المكتب التنفيذي للكاف هذا عيب أيضا محمد وعلينا محمد لامينو ربما أيضا تداول تلت رؤساء على الاتحاد الجزائري كرة القدم هو ما أضر سواء بالاتحاد الجزائري أو حتى في مبابلية كنا أعضاء في المكتب التنفيذي للفيفا وما أدي ناس كاسوا من أفريقيا 2017 فباس كاشي أجب ش تخبهم ورادية لازم تكون هذا لا يعني أنك ممكن أنك تتحصل على كل جواز من بغيب الهبوكش أميل من بغيب الامانينات ووصولنا إلى التسانيات وبعدها بداية الألفية والعشرية الأولى والعشرية الثانية لا يحبونك لأنهم معقدون منك هم هكذا يدعون يدعون العنصرية يدعون الأمور كثيرة لكن في الأخير أعتقد بأنه لما تحفيدهم ويكون عندهم سلطة القرار يفعلون بك ما يشاءون والدليل أنه ما حدث في هذا ما حدث أمس فقط الخامس بشأن الترشيحات لجائزة أفضل مدرب هل بناثل نزيد ونروحون شيء آخر الشيخي المنتخبات ثلاثة المرشحة لجائزة أفضل منتخب منتخب المغربي معلش نسمي المونديال ودخلوا المونديال فروس منتخب سينيقالي بطل ما زالوا حامل لقب كشو من فريقيا ماذا يفعل المنتخب الناميبي في قائمة المرشحين الثالث الأخير هل ناميبيا كانت أفضل من المنتخب الجزائري الذي لم يخسر ولا مباراة في سنة 2023 هل ناميبيا أفضل من المنتخب الوطني هد سؤالك تطرحوا على موت سي بي ما عش الإجابة يقول لكم ما لستو بداري ربما حتى هو يزعى ربما لو تقابله وجه لي وتشطر عليه سؤال يستحي من أن يقول لك بأن ناميبيا كانت أفضل من المنتخب الجزائري في سنة 2023 ذلك كل شيء واضح الاتحاد الإفريقي يتحكم فيه شخص واحد وهو قريب من هنا يسقع الجاي الشرقي فقط للجزائر هو من يتحكم في الاتحاد الإفريقي هو الأمر ناهي هو لحطوة لنحي في الاتحاد الإفريقي ولا فهمنا كفاية والا كما تكلمنا لما تكلمت على المقارنة الأخ محمد لو نحن مثلا رياد محرز هناك من توجه بي هناك من خسر كأس رابطة أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وخسر كل المسابقات الفردية وخسر أيضا احترام لا لا